أو تصدقوا أن هذا الابتهاج لأطفال حي النهضة بأيسر الموصل هو من أجل وصول الماء إليهم ونحن في الألفية الثالثة لكن هذا الماء لم يصل بالأنابيب الحكومية لكنه وصل عن طريق بئر حفره أحد الخيرين في الحي وسكان هذه المنطقة باتوا يفكرون بجدية بالنزوح مرة أخرى بسبب هذه المعاناة هذا الحي كحال أغلب المناطق المحيطة في مدينة الموصل التي تفتقر لأبسط الخدمات كالماء والكهرباء وعدم وجود مستوصفات طبية حتى باتوا يتعايشون جبراً مع هذه المعاناة التي قضوا معها سنوات عديدة ولم تتحسن أوضاعهم كل شيء ماكم متوفر لا مدارس لا ماء لا كهرباء وهي الشمس درجة الحرارة جد ومداء صحة ما عندنا نهائياً خدمات ماكو نهائياً صفر المناطق النائية في أطراف المدينة تعاني الكثير من العشوائيات والتجاوزات الأمر الذي يربك عمل الدوائر الحكومية هكذا تعلل بعض الدوائر غياب دورها لكن سوء التخطيط وقلة التخصيصات هو السبب الرئيسي في هذه الأزمة بحسب وجهات النظر الأخرى المدينة توسعت بشكل واضح وكبير هذا التوسع جعل أن الخدمات تكون قليلة سواء كميات الموجودة من الماء وأيضاً الكهرباء وحتى الطرق المؤدئة لهذه الدور بحاجة لهم إلى موازنات عالية جداً وأيضاً بحاجة إلى أن تكون هناك أولوية وتخطيط في إعادة الخدمات إلى هذه المناطق مشاكل هذه المناطق التي تقع في أطراف المدينة باتت معضلة حقيقية فإن تغب عنها سنوات عديدة ومن ثم تعود إليها ستجدها على حالها وأصحاب القرار على حالهم أيضاً لا يحركون ساكناً من الموصل أحمد جفال قناة دجل الفضائية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر